الشيخ الألباني ما يكفي من سألوان في اشياء يتصفي محل الناس من السجن وحرافات وحرافات في الدات ومع ذلك تمز المياه وفي اشياء يتصفي محل الناس لو تخرج هنا على الطريق وتبحث عن أي إنسان وتقول خذ هذه ألف ريال تستطيع تسبب ساعة يقول اعطيني عشر ألاف ريال سبح عشر ساعات صحيح أولا نعم السب سهل الشتم أسهل ممكن يقدر علي كل أحد يعنى بير ساعة ساعة سنة بيوم انسان لارس سوي مثلا بير ساعة سوي ميوم 10 ساعة سوي أجل بيوم الأساس يعنى سوي مي أساند انسان لارس تاكير مي أساند نشاي اند ميز تي يعنى بيوم الوصول يعنى بيوم الأساس لكن اخرجين الآن وقول لي أي واحد تلقاه قل هذه ألف ريال وريد تخطب لي غادة الخطبة الجمعة أو تدرس أو تعلم أو تربي يقول لا استطيع إذاً لابد أن ننتبه الذي يسب ويشتل ويتكل هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق يلعن يشتم حتى مع الكفار كان يعامل الكفار عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق يعني أين الآن أمامكم نعم لا يوجد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن ننظر إلى الغالب هل يوجد شرك أكبر هل يوجد شرك أصغر كبائر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الباطل لا إذا كان يدعو للسنة إذن هذا معنى أنه من أهل السنة ليس الانتساب إلى أهل السنة أن يقول أنا من أهل السنة لهذا خطأ هذا ما يقوله حتى شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول أسأل الله أن يجعلنا منهم نعم يتبرأ من حولي من قوتي ما يقول أنا كذا لا وهذا عندنا الآن في التلفونات يضع هكذا هذا ما يجوز هذا يعني يضع يد هكذا يعني هذا بقوتي هذا باجتهادي بجدي وأنا محقوق به هذا أشياء ذكره محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى وأنكرها نعم يعني هذا ما يقوله إليس قد يجب على ما إعلّس لطمئك أما أنت الذي يجب أن أحضر إلى ما إذاً إذاً، حتى أن شيخي Sina Bilmi لدي اذاً إذاً الوظيف يسمعني ثم يعني أنت يجب أن تصل إلى ما إعلّاً وريد أن يكون هذا الناس أيضاً بالأسرس Load من أحضر لطمئك جديد لطمئك وأعتقد أنهي يشبع أن يستشعر أنت بكل ينام تأتي في هذا المساوء في الحقيقة ذلك في هذه التصدقاء هناك أيضاً كبيراً ممنخبئ كنسان إنسان يتبرع من حواهي و من قوهي و قوهي و قل يا رب اجعالني من هلسن و الجمعه الله . اجعالني و يكسبه منه إنسان أيضا، أجل، إنسان فيجى أوجه وتقصروا أعداء المواقب إنسان الله لا أغره إنسان بالله هل من طريقة أهل السنة والجماعة أننا نكثر سواد أهل السنة أو نفترق يعني اذكركم مثالا واحدا فقط رجل اسمه واصل ابن عطا هذا الرجل ماذا صنع ترك مجلس الحسن البصري رجل واحد ترك مجلس الحسن البصري ماذا كان هذا الرجل كان رأس لفرق ضالة رجل واحد لماذا لأن اعتزل مجالس أهل السنة إذا اعتزلنا مجالس أهل السنة إذا معنا هذا يكون من يعتزل مثل واصل ابن عطا نحن لا نحكم لكن نقول هذا على خطر عظيم لا نحكم على أنه معتزل لكن هذا خطر عظيم نقول انتبه لا تصنع مثل واصل ابن عطا كما ترك مجالس الحسن البصري كما ترك مجالس الحسن البصري كما ترك مجالس الحسن البصري لكن بعد فترة يصبح عظيم اذا لابد نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نتعاون ننصح نسعى لإصلاح المجتمع دعوتنا هي دعوة إصلاحية لا دعوة إفسادية ن BON الاسلام الَّذي لابد تأخذ بياتى و تجعله وصل لماذا تترك الشيطان هذا نبيان أيها الإسلامية التي تنقذها و habrá ماذا ينقذ من النامزات التي تنقذها لذلكي يؤن أنك أيها الشيطان وبعض الناس لا يقفر الشيطان هناك مشكل في المحكم يوجدنا بعض الناس الى المشكلة تنقذ شكرا لا يكفر بيها لا يجب أن ننكر بحراء لكن هذا ليس الضمع نعم إنكر المنكرات لأن الاتفضل على الاتفضل بالسنة لا علا خلاف السنة إنكر سنة وإنكس من النفس وإنكس من النفس بعض الناس يمر المنكر بالبداع بسيئة من العنكرف مثلا ممكن من العنكرف سنة ولا ينكرف من العنكرف كما جمعنا في هذا المكان نجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلم جنة والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وعلى صحبه وسلم أزاكم الله خير الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى 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 صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى صلى الله عليه الصلاة والسلام وعلى صلى الله عليه الصلاة والسلام شكرا للمشاهدة